حرب أهلية في شوارع إثيوبيا وتدمير سد في إقليم إثيوبي بننشر لحضراتكم التفاصيل ونبأ عاجل السعودية تقرر منع السفر لإثيوبيا وعاجل ضربة مصرية تحبط فيها تهريب استحضار ملوك الجن هذا الخبر مهم تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل وتحزير مصري خطير من نتائج نقص الموارد المائية في البداية صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من الزرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر والخبر ده يعني مختلف وغريب وضربة مصرية تحبط فيها تهريب استحضار ملوك الجن الجمارك المصرية أحبطت في مطار القاهرة محاولة تهريب كتاب أسري عنوانه استحضار ملوك الجن قال قوات الجمارك في أثناء التفتيش ركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة أورال القادمة من موسكو استوقفت القوات راكبا أوروبيا من أصل مصري حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد الضرائب والرسوم الجمركية أجاب بالنفي وبالعرض مدير الجمرك قرر تفتيش حقائبه فتبين وجود كتاب قديم بعنوان الجواهر اللامعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة وعنوين أخرى وانتهى تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب على أن يتم عرضها على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وتبين أن الأوراق الملصقة بالجلدة الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته مما يعني مصادرة الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار كتاب والوثائق القديمة المصدر معانا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل حقيقة لأن يعني منظر الكتاب زي ما حضركم شايفين أو شفتوا يعني منظر الكتاب يعني غريب جدا وكتاب أثري لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل مع بعض للخبر الثاني وتحذير مصري خطير من نتائج رقص الموارد المائية وزير الموارد المائية والرأي المصري محمد عبد العاطي كشف حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية وإجراءات إثيوبيا الأحادية في سد النهر جاء تصريح عبد العاطي خلال مشاركته في مؤتمر وزاري بعنوان مشاورات من أجل الوصول لنتائج عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس وتنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه سنة عشرين تلاتة وعشرين وقال إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا وتعالي من الشح المائي حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي ستين مليار متر مكعب سنويا معظمها بيأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة جدا من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحراء أشار إلى أنه في المقابل يصل إجمال الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتة بعد معالجتها بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه الوزير استعرض في الكلمة اللي ألقاها تطورات قضية نياه النيل والموقف الحالي تجاه المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أكد حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزن للجميع يلبط محاق جميع الدول في التنبيه مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفع للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحة أوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة حيث أن نقصان مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر إسقها الرئيسي في الزراعة وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر كما أن قطاع الزراعة في مصر بيعمل به 40 مليون نسمة على الأقل وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له نعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها مصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر أحب أقول لحضركم أن وزير الرأي المصري هو بيتكلم فقط في اللي بيخصه يعني بيتكلم في مجاله فقط بمعنى أن وزير الموارد المائية والرأي المصري محمد عبد العاطي بيتكلم عن النسب بتاعة المياه العزبة في مصر بيتكلم عن اختصاصاته فقط وبالتالي وزير الخارجية بيتكلم برضو عن اختصاصاته فقط في المفاوضات وبالتالي وزير الدفاع بيتكلم برضو أو ما بيتكلمش ممكن يكون بيعمل فقط يعني أنا أتمنى إن شاء الله قيام مصر بإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن قبل الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة يعني إن شاء الله عندي ثقة كبيرة جدا في قيادة مصرية بإنهاء هذا الملف وبيضرب سد النهضة لأن سد النهضة ده كابوس كبير جدا بالنسبة للشعب المصري وإن شاء الله مع ثقة الكبيرة في مصر وفي قيادة سياسية إن هنسمع أخبار كويسة في الأيام القليلة القادمة بإذن الله ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل حرب أهلية في شوارع إثيوبيا وتدمير سد في إقليم إثيوبيا إثيوبيا أعلنت إن الجبهة الشعبية لتحريد تجري قامت بتدمير سد تيكيزي شمال إثيوبيا بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في إقليم تجري أعلن مكتب تقصي الحقائق لحالة طارق في إثيوبيا إن الجبهة الشعبية لتحريد تجري استطاعت أن تدمر السد وذلك بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق أحياد الجانب في الإقليم الغارق في الصراع بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية إينا رفضت الجبهة الشعبية لتحريد تجري عملية وقف إطلاق النار الذي قام به الحكومة الفيدرالية وذلك لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي بحسب الوكالة قامت الجبهة الشعبية لتحريد تجري بتدمير سد تيكيزيو الذي يعتبر أحد منافذ وطريق توصيل المساعدات الإنسانية في إقليم تيجري يقع سد تيكيزي لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة تيجري الشمالية وهو مقام على نهر تيجزا أحد روافد النيل عبر عبرة ويعتبر سد تيكيزي أعلى سد خرصاني سناء الأقواس في إفريقيا انتهى العمل منه في 2009 بتكلفة 360 مليون دولار وإثيوبيا بتهدف للحصول على ملايين الدولارات من خلال تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار مصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر سريع معنا ونبأ عاجل السعودية تقرر منع السفر لإثيوبيا أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع سفر المواطنين السعوديين المباشر وغير المباشر دون الحصول على إذن مسبق لإثيوبيا الوزارة قالت في بيان لها نشرته أكالة الأنباء السعودية واس في ظل استمرار الوباء وانتشار سلالة جديدة فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من جمهورية إيثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة السابقة مصدر معنا كم من الموجز وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر جئنا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة يعني أتمنى أكون خفيف على حضرككم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته